هذا ونقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروى مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة في عقاب دعوة إسرائيل لإخلاء شمال القطاع وأضافت الوكالة في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي أن أونوروى نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين في غزة وحثت الوكالة السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنين في ملاجئ أونوروى بما في ذلك المدرس